الطلاق حتى من وجود نظري هو يحل هذه الرابطة يمكن أفضل للزوجين من العيش في حالة من النزاع والشقاق وبالتالي إذا كان عندهم أولاد يمكن يثرون حتى على نسية أولادهم فبالتالي الطلاق في بعض الأحيان هو رحم للطرفين أكثر ما يكون هو ضرر للطلاق يعني كمدة زمنية مثلا للحاكم يصدر هذا الشبع الشهرين أو ثلاثة أو بعد لا يوجد مدة زمنية محددة حسب الحالة كل حالة يمكن زوجين يأتيون من الغاضي وممكن في كلمة طيبة يتفقون ويطرعوا من التراضي وحالات تأتي مستعصية يمكن حتى كانوا سابقا يحيلوهم إلى اللجان النسائية للتوفيق فيما بينهم أو اللجان الاجتماعية لكن لا زال كل واحد على رأيه ومصر وبالتالي ليس أمام القاضي قد يكون يختار محكمين أيضا